هل يتذكر أهل الجنة ماضيهم على الأرض؟ لن تتخيل الإجابة مرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الوجه المشرقة يسعى المسلم في هذه الحياة الدنيا إلى أن يرضي الله عز وجل ويفعل الخيرات ويتجنب فعل المنكرات من أجل الوصول إلى رضا الله وجائزته الكبرى وهي الجنة فالجنة هي مأوى المتقين وهدف القانتين وهي عزاء أهل البلاء الصابرين هي ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين جزاء لهم على ما قدموه في حياتهم الدنيا من صبر وثبات وإيمان وعمل صالح وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بأنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة بلاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران وإن في الجنة أنهارا من اللبن والخمر والعسل التي أعدت للمتقين وفي هذا الفيديو سنتعرف على أسرار لأهل الجنة وهل هم بالفعل سيتذكرون ماضيهم على الأرض أيبنا لنتعرف على هذه الأسرار لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد كيف سيعيش الإنسان في الجنة؟ وما الاختلاف عن الدنيا؟ حياة الإنسان في الجنة هي تختلف بلا شك عن حياته في الدنيا فالإنسان في الحياة الدنيا تكون لذته مؤقتة تنتهي بقضاء حاجته أما في الجنة فلذة الإنسان دائمة لا تنتهي ولا تنقطع إنما تتجدد في كل مرة بأقوى وألذ مما سبق كما ورد في تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون صدق الله العظيم وأن شغل أهل الجنة التلذذ بالنعم من طعام وشراب مع الحور العين بخلاف شغل أهل الدنيا حيث يكون فيها النصب والتعب والهم والغم وكذلك الحزن كما إن من جوانب حياة الإنسان في الجنة أنه لا يخرج ما يخرجه أهل الدنيا من فضلات أو ساخ كالبول والغائط والعرق فأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون وإنما يرشح ذلك منهم على هيئة ريح مسك طيبة كما أن أهل الجنة لا ينامون كما ينام أهل الدنيا ذلك لأن النوم هو الموتة الصغرى وإن أهل الجنة لا ينبغي لهم الموت فقد أكرمهم الله تعالى بأن منحهم الخلود الأبدي بعيدا عن التفكير في هواجس الأجل المؤقت والموت المتربصة وإن صورة أهل الجنة هي صورة في غاية الجمال والبهاء والتألو